من جانبها استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالا السعيد مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث والشهور التسعة الأولى للعام المالي الجاري وفي هذا الإطار أوضحت وزيرة التخطيط أن الاقتصاد حقق نموا مرتفعا خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري بواقع 7.8% مقارنة بنحو 1.9% خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي فيما بلغ معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 5.4% كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو الحقيقي 6.2% بنهاية العام المالي مدفوعا بطفرة النمو المحققة في الشهور التسعة الأولى وتبعت الوزيرة أن البطالة قد انخفضت إلى 7.2% في الربع الثالث من السنة المالية 2021-2022 مقارنة مع 7.4% قبل عام